السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا اليوم هو الدرس السابع عشر من كتاب الصف السابع سنتحدث عن الصحابة الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه قبل البدء بالحديث عن الصحابة الجليل يجب أن نعرف معنى الصحابة من هم الصحابة؟ الصحابة هو كل من صحب النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم معه إذن حتى نقول عن هذا الشخص بأنه الصحابي يجب أن يتوفر فيه شرطان أولا رؤية الرسول ومصاحبته ثانيا الإسلام في زمن الرسول ومن الصحابة الكرام رضي الله عنه ومن كبار الصحابة الصحابة الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه كان أبو ذر الغفاري من الصابقين إلى الإسلام وهو من قبيلة تدعى غفار وكانت هذه القبيلة تسكن ما بين مكة والمدينة وكانوا يعبدون الأصنام إلا أن أبو ذر الغفاري لم يسجد لصنم قط على الرغم من أنه لم يكن مسلم في بداية حياته لكن لم يسجد لصنم قط وذلك دلالة على سلامة فطرته رضي الله عنه ننتقل الآن إلى البطاقة التعريفية للصحابي أبو ذر أي المعلومات المهمة عنه بداية اسمه وهو جندب بن جناد الغفاري رضي الله عنه أمه رملة الغفارية رضي الله عنها وفاته توفي في السنة الثانية والثلاثين من الهجرة في منطقة الربذة ودفن فيها ما هي الربذة؟ الربذة بلدة تقع شرق المدينة المنورة بمئة وخمسين كيلو متر ولم تعد مأهولة اليوم لنتحدث عن إسلام الصحابي أبو ذر الغفاري قصة إسلامه تتلقص في أن أبو ذر عندما سمع عن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام ذهب إلى مكة المكرمة متخفيا وأراد رؤية النبي فسأل عنه وعندما لقاه قال له نعمت صباحا يا أخ العرب فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام وعليك السلام يا أخاه فكان هنا أبو ذر أول من حياه النبي عليه الصلاة والسلام بتحية الإسلام فطلب أبو ذر من النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرأ عليه أي أن يعلمه شيئا من القرآن أو أن يقرأ عليه شيئا من القرآن فقرأ عليه النبي واستمع وأصغى أبو ذر فلم يمضي وقت قليل حتى أعلن أبو ذر إسلامه وشهد بالشهادتين فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالخروج والرجوع إلى قومه قبيلة غفار ودعوتهم إلى الإسلام إذن قصة إسلامه تتلخص في أنه عندما سمع عن الإسلام ذهب إلى مكة قابل النبي طلب من النبي أن يقرأ عليه شيئا من القرآن فقرأ عليه النبي شيئا من القرآن فأعلن أبو ذر إسلامه ورجع إلى قبيلته حتى يدعوهم إلى الإسلام سنتحدث الآن عن بعض المواقف المشرقة من حياة أبي ذر الغفار أول موقف يتلخص في قصة إسلامه أيضا فعندما أسلم أو آمن أبو ذر الغفار مع النبي عليه الصلاة والسلام أمره النبي كما قلنا سابقا بأن يرجع إلى قومه وذلك حتى يدعوهم إلى عبادة الله تعالى لكن قبل الرجوع إلى قومه خرج من عند النبي عليه الصلاة والسلام ووقف أمام الكعبة ونطق بالشهادة مرتين إذن أعلن إسلامه بصوت مرتفع أمام الكعبة فما كان من قريش إلا أنهم قاموا إليه فضربوه حتى أنزلوا الدم منه فأنقذه العباس منهم وقد عاد إلى قومه بعدها ودعاهم إلى الإسلام إذن أول موقف من مواقف المشرقة من حياة أبي ذر تدل أولا على شجاعته وعلى جرأته إذن أعلن إسلامه أمام النبي ولم يكتفي بذلك فقد خرج إلى الكعبة وأعلن إسلامه أمام كريش ثم عاد إلى قبيلته قبيلة غفار وأعلن إسلامه أمامهم ودعاهم إلى الإسلام حتى أنه قد دخل معظم قبيلة غفار في الإسلام من دعوة الصحابة الجليل أبو ذر ومن المواقف المشرقة من حياة الصحابة الجليل أبو ذر الغفاري موقف يدل على عدة صفات له فمن صفات الصحابة أبو ذر الغفاري أول شيء الصدق والإخلاص الصدق والإخلاص فقد قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق ولا أوفى من أبي ذر أولا سأبين معاني هذا المقولة ثم سأقوم بشرحها معنى الخضراء أي السماء ومعنى أقلت الغبراء أي حملات الأرض إذن الغبراء هي الأرض من ذي لهجة أي من ذي لسان أصدق ولا أوفى من أبي ذر إذن يتصف أبو ذر بالصدق والوفاء والإخلاص إذن قال عنه النبي لا يوجد شخص أضلته السماء ولا حملته الأرض أصدق ولا أكثر وفاء أو إخلاصا من أبي ذر طبعا بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وهي شهادة النبي بصدق وإخلاص أبو ذر الغفاري رضي الله عنه ومن صفاته أيضا التواضع والزهد ما هو التواضع؟ التواضع أي البعد عن الاغترار بالنفس أي ضد التكبر وهو البعد عن الاغترار بالنفس فقد حثنا النبي عليه الصلاة والسلام بالالتزام به والابتعاد عن التكبر أما الزهد فالزهد هو الرضا بالقليل من الدنيا والقناعة بالقليل من غير تكلف فمتى نقول عن الشخص بأنه زاهد عندما نراه قد صغرت الدنيا في نظره ولم يهتم لأمور الدنيا بل أنه ينظر أو جل اهتمامه يكون فيما سيحصل عليه في الآخرة إذن الشخص الزهد هو الشخص الذي صغرت الدنيا في عينه فلا يتطلب كل أمور الدنيا ولا يكترث ويهتم لأمور الدنيا بل يبقي جل اهتمامه لما في الآخرة من الأجر والثواب عند الله تعالى فقد كان أبو ذر متواضعا غير متكبر زاهدا مكتفيا بأقل القليل من الدنيا ويدل على تواضعه وزهده بأنه كان يلبس ثوبا كثوب خادمه ويأكل مما يطعمه فهذه دلالة على عدم تكبره على خادمه أي تواضعه واكتفاؤه بالقليل من الدنيا فقد كان زاهدا كما قلنا كان أبو ذر يحب الفقراء والمساكين ويسير في تلبية احتياجاتهم وينفق عليهم ومما يدل على ذلك أنه قد لقب بمحامي الفقراء وذلك لأن أبو ذر كان يطلب دائما من الأغنياء أن يعطوهم حقهم من الزكاة أن يعطوا الفقراء حقهم من الزكاة حتى لقب بمحامي الفقراء وهذه دلالة على محبة أبو ذر للفقراء والمساكين وعطفه عليهم إذن من خلال هذه الفقراء نستنتج ما هي صفات أبو ذر رضي الله عنه إذن أول شيء حريصا على إظهار الحق صادقا في نصحه مخلصا في قوله ومن صفاته أيضا التواضع والزهد ومحبة الفقراء حتى أنه لقب بمحامي الفقراء ومن المواقف المشرقة أيضا من حياة الصحابي أبو ذر الغفاري أنه كان ملازما للنبي محبا للعلم يكثر من سؤاله حتى استطاع أن يحصل على العلم الغزير إذن علل ما هو سبب حصول الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري على العلم الغزير وذلك أول شيء لملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام فقد كان يحب النبي ويحب ملازمته حتى حصل منه على العلم الغزير وكان النبي عليه الصلاة والسلام يبادل أبو ذر ذات تلك المحبة فقد كان يتفقده ويسأل عنه إذا غاب يعني إذا أبو ذر غاب عن مجلس من مجالس النبي كان النبي يتفقده ويسأل عنه لكثرة ملازمة أبو ذر للنبي عليه الصلاة والسلام بالإضافة إلى ملازمته للنبي كان يحب العلم ويكثر من السؤال عن الشيء الذي لا يعلمه لكن كان يسأل بلباقة وبأداب فأثر ذلك على أبو ذر بأنه قد حصل على العلم الغزير حتى قال عنه علي بن أبي طالب وعى أبو ذر علما عجز الناس عنه إذن كان أبو ذر عالما وذلك لعدة أمور أولها ملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام ثانيا محبته للعلم وإكثاره من السؤال وبفضل لباقته في السؤال أي بفضل أدبه في السؤال عما لا يعلم ومن المواقف المشرقة من حياة الصحابة الجليل أبو ذر الغفاري أنه كان له دور بارز في الدعوة إلى الإسلام فكما تحدثنا سابقا أنه عندما أعلن إسلامه أمره النبي عليه الصلاة والسلام بالرجوع إلى قبيلته حتى يدعوهم إلى الإسلام فقد عاد إلى قبيلته ودعاهم إلى الإسلام فأسلموا ثم توجه إلى قبيلة أخرى تدعى قبيلة أسلم فدعاهم أيضا إلى الإسلام فاستجابوا ودخلوا جميعا في الإسلام وبعد غزوة بدر أقبل أبو ذر مهاجرا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه من أسلم من قبيلة غفار ومن أسلم من قبيلة أسلم وهم يكبرون بصوت مرتفع فسر النبي عليه الصلاة والسلام منهم وقال غفار غفر الله لهم وأسلم سالمها الله وبهذا نكون قد تحدثنا بشيء مختصر عن الصحابة الجليل أبو ذر الغفاري تحدثنا عن بطاقته التعريفية عن قصة إسلامه عن بعض مواقفه المشرقة التي بيّنت لنا الكثير من صفاته وتحدثنا عن دوره في الدعوة الإسلامية أما عن حل الأسئلة فهي حل الأسئلة يعطيكم ألف عافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر